اشتركوا في القناة ومرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي السلام عليكم أشيخ عبدالله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات والله تعالى أسأل أن يلهمنا السداد وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا اللهم أمين وجزاكم الله خير على ما تقدمون وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر أيضا الرسائل النصية فقط 0504785536 على بركة الله نبدأ مع علي الشيخ عبدالله بهذا السؤال ولا شك أن المملكة العربية السعودية تنظم الحج لهذا العام ويأتي وفق احترازات طبية عالية ودقيقة للمحافظة على نفوس المسلمين والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة ويضمن سلامة الجميع انطلاقا من أهمية ذلك في حفظ النفس من الضرورات الخمسة التي نصت عليها مقاصد الشريعة كلمة حول هذا الموضوع والتوجيه الشرعي في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الله تعالى من الله تعالى على هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين والتي تأول إلى قدمة ضيوف الحرمين الشريفين وتنظيم شعيرة الحج وشعيرة العمرة هذه السنة لها وضع خاص انتشر فيها هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه هذا الوباء ينتشر مع المماثة والمزاحمة والتجمعات الحج عبادة لا تخلو أبدا في وضعها الطبيعي من المماثة ومن التقارب ومن وجود أفراد أيضا بنغات مختلفة وثقافات مختلفة لا يراعون قواعد الاحترازات لهذا كله وجب على من كلفه الله تعالى بتنظيم أمور الحج والعمرة أن يحفظ دماء المسلمين لألا تذهب في هذا الجمع الذي يحصل فيه أحيانا مزاحمات شثيرة ومعاركات يزدحمون في المطاف ويزدحمون في السعي ويزدحمون في أبواب الحرمين ويزدحمون عند السلام على حجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويزدحمون في الرمي ويزدحمون في عرفات في مسجد عرفات وعلى الجبل وفي مناطق المرور والسكة والطرق التي فيها ويزدحمون في مزدلفة في المرور وفي ميناء وفي السكن في مكة في الأوضاع العادية الغرفة يسكن فيها تقريبا ستة سبعة لكن مع هذه الأوضاع يمكن الغرفة ما تأخذ الا واحدة واثنين لهذا كله الدولة وفقها الله نظمت هذه الشعيرة لهذا العام حتى لا تعطن وحتى لا يتضرر المسلمون يجب علينا أحبة في الله أن نعرف أن حرمة المسلم حرم الدم صيانة نفسه أحب إلى الله تعالى من تعظيم الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظمك أجلك عند الله تعالى ولكن المسلم أشد حرمة منك ويقول في حديث آخر لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهوى عند الله من قتل أمرئ مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم وما من شك في أن الزحام هذا الشديد الذي سيحصل مع الوضع العادي لمثل السنوات الماضية سينتج عنه انتشار الوباء وهذا الوباء لا يرحم أحد قتل خيار الصحابة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح مات في الطاعون ومعاذ بن جبل أفضل علماء هذه الأمة مات بالطاعون وكثير من علماء المسلمين ماتوا بالطواعين المختلفة ولذلك المحافظة على الأنفس من أعظم ما يجب أن تهتم به الدولة التي شرفها الله تعالى برعاية الحج وبخدمة ضيوف رب العالمين في مكة وفي المدينة هذا التنظيم الذي سمعنا عنه فيه خير كثير في هذا الزمن زمن الوباء لماذا؟ لأنه لن تتعطل به الحج ولن تزهق به الأنفس ولن يتعطل به الحج إن شاء الله سيحج أناس منظمون ومرتبون ولا تزهق به الأنفس فيحصل موبقة من شبائر الذنوب لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه أيضا مشكلة وتقاعس المسؤولين عن اتخاذ الاحتياطات هي سماح للوباء أن ينتشر ولذلك هم جزاهم الله خيرا نظموا هذا الأمر وعقدوا الاجتماعات والاجتماعات وعملوا الأسباب الممكنة لإقامة هذه الشعيرة مع يعني عدم التلفة أو إذا وجد يوجد شيء قليل كل هذا يعني باهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين و سمو ولعهده وفقهم الله لطاعته واستعملهما في عبادته وأبقاهما عزا للإسلام والمسلمين وحفظ لهذا البلد أمنه وقيادته وريادته في العالم الإسلامي وأعانه أن يقوم بما ينفع المسلمين في هذه الشعيرة وفي غيرها نعم الشيخ جزاك الله خير وبرك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى نسلم الجميع ويحفظ الجميع من كل شر ومن كل مكروه معالي الشيخ عبدالله هذا سائل يقول زوج لا يهتم إلا بنفسه يحقر زوجته وأولاده ولا يقبل المناقشة أيضا يطلب إعطاءه فلوش ويدعي عليهم هل تستجاب دعوته هل يجب أيضا أن نعطيه ونحن أيضا نستعد للزواج بالإضافة إلى أنه يقول السال أنه يمنع من تزويج أخواتي هل نطلب الولاية عنه هذا الأزواء الزوج مثله يعني فئة قليلة في المجتمع لا كثرهم الله هؤلاء يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم منعا وهات يقول عطني حجي ولا نمعطيك حجك وهؤلاء أحبة من الله لا يصلحون أبدا للقيادة وساء يعني يهرب أولادهم عنهم الإنسان الذي يريد أن يقود بيته يطبق قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وما تيسر من أخلاق الناس الناس يشوفوا عياله يأخذ اللي ما تيسر منهم يشجعهم لو قصروا ذا المرة المرة الثانية يتمون يعني هو عاقل وعنده تجارب وعارف للأمور وهؤلاء رعيته ما عندك رعية لدى الله اصلحوا إياهم يا أخي لكن يا إخواني مثل ما يعني مثل ما نسمع أن بعض الناس يطالب بحقه يقول ولا ينقص من لي وهو ما يعطي حق هذا صعب جدا أبدا يا إخوان كيف تريد من أولادك أن يسمعوا ويطيعوا لك وهم يرون أنك تظلم أمهم تحقرها وهي تريد أن يبقى البيت وأن يعيشون في أمن وأمان وانت رافع عن راسك وتحتقرها ثم أيضا أخي كيف ما تسمع البيتك في المناقشة يا إخواني إذا خلت البيت من الحوار والله ما يحصر إقناع وإذا ما يحصر إقناع تفسد القلوب هذه الحبة التي نناقش فيها هذا حين هذا الشخص أنا أعرف يا إخواني رجال كثير كثير بحمد الله يحبون المناقشة ويفتحون لأولادهم الباب تعالي ولدي إذا شفت شيء خلنا تناقش فيه خلنا تحاور أنا وياك أولدي إذا ما تحاورنا من تحاور معه يجلس وياه ويأخذ اللي عنده ويعطيه اللي عنده أحيانا كثيرا يقتنع الإبن وأحيانا يقتنع الأب أو الأم فيا إخواني الحوار عنصر أساسي للسعادة في البنوت من أراد أن يكون سعيدا في بيته لا بد أن يفكر في الحوار وآدابه وأن يفكر في الوصول إلى إقناع رعيته زوجته وأولاده أما أن تريد أن تضغط عليهم مثل ما يجولون الحكم عسكري مر يعني اللي يرفع رأسه هذا ما عندنا هذا يا أخي لا يمكن أن تدخل على قلوبهم ولا يمكن أن يحبوك فنحن نقول يا إخواني للأب غير أسلوبك صحي ونقول للأبناء والزوجة أصبروا على أعواج أصبروا على أبوكم يعني هل الأب الآن بيشترى نقول لكم روحوا واخذوه من البقالة اشتروا طيب من هذا نصيبكم فأنتم إن قدرتم وترجعونها معه رجعوها من القضايا التي تمر علينا مرة بعد أخرى أن الأبناء إذا خطبوا يقولون لهم قرابة الزوجة خلي الوالد يجي معك والوالدة خليهم يجون خلي أخوانك وابوك يجون نشوفهم فالشاي يعند ما نبرحم معك فتفسد الخطبة المجتمع يا إخواني ما يعرفون إن أبوه هذا عنيد وإنه مؤذي وإنه الشاب طيب لا يقولون هذا الرجل اللي ما صلح مع أبوه ما هو بصالح مع بنتنا ولذلك نوصي الأبناء والأم نقول إذا بتوليتم بأب نسميه عواج ها أصبروا عليه لين الله يحلها لين تزوجون وستوجون خواتكم استعينوا بالطيب من أعمامكم اللي يحبه واللي قدره أما اللي والدكم ما يحبه لا الذي والدكم لا يحبه ولا يرغب أن يسمع مشورته لا تدخلونه لأنه يزيد الأمور تعقيدا بقي أن نجيب على الأسئلة السؤال يقول هل دعاء يستجاب إذا كان ظالم ما يستجاب أبدا لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رب العالمين ما يستجيب دعاء الظالم أبدا فإذا أنتم تجزمون بأن والدكم ظالم لا تخاهون منه الأمر الثاني والدكم يطلب فلوس منكم يعني إن كان والدكم غني خير حاولوا بالإقناع يا أبو يتسدان على يدين مسلف زميل يتسدان يعني من الأشياء اللي لعله يخف الأمر عليه بدل ما تقول لا ما نمعطيك أنت غني وانت وانت لا اتبه بأسلوب لين حتى لو غاضب يصير غضبة يعني درجة سبعين في المئة ما يصير من الزدر الضغط تسعين ينفجر ولا شوي شوي هذا عن طلب الفلوس إذا كان والدكم فقير حطوه لو تقاسمون وياها الخبزة يا إخوان يعني صحيح يعني والدك ترضى أن يعيش فقير وانت تقول أجمع للزواج وش بالمال ماذا تريد بالمال ووالدك يعيش تحت خط الفقر لا بارك الله في الدنيا يا إخواني أسعد بها ويشقى والدي بدونها هذا السؤال الثاني السؤال الثالث الإخوة يقولون أخواتنا هما يزوجهم انتوا استعينوا ببعض أعمامكم أو ببعض أخواتكم إذا جاكم الخاطب فإن رأيتم أن الوالد معند فالحمد لله القضاء في محاكم الأحوال الشخصية يرفع يخلع أخذ الولاية منه ويعطيها أحد إخوتها يعطيها أحد إخوتها وتنزع الولاية منه لأن هذا الظالم لا يصلح للولاية الولاية يا إخواني يجب أن تكون عند واحد إنسان رحيم يبحث عن مصلحة المولى ويحاول أن يضع المصلحة أو الأمر في المصلحة نعم نعم بارك الله فيكم وآثابكم الله إذا نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله ونستكمل الحلقة حياكم الله أيها الأخوات مجدداً ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق معالي الشيخ بارك الله فيكم هذه امرأة تريد أن تتنازل عن حقها من المراث من جميع الأشخاص الذين يحق لها أن ترثهم بعد مماتهم فما الحكم الشرعي في ذلك جزاء الله خير وبارك الله فيها لكن التنازل إنما يكون بعد ثبوت الحق أما قبل أن يموت يعني تجي الواحد الآن تقول لا مات فلان تراني بتنازل من إرده ما بعد مات ما بعد لك حق ولا يندري هل أنت بتموت أول ولا هو لكن جزاء الله خير هذه امرأة عندها روح طيبة ومحبة للخير وشاكرة لغنى الله تعالى عليها ونرجو الله تعالى أن يعني إذا حصل ما حصل أنها تذهب وتثبت ذلك عند القاضي تقول تراني تنازلت عن ميراثي من أخي الذي الذي توفي في كذا وكذا فيكون التنازل بعد ثبوت بعد ثبوت الحق نعم أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله هذا يسأل ويقول يسأل عن تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذه الآية في سورة الروم في سياق الآيات التي يعرضها الله تعالى على عباده المؤمنين للاعتبار والاتعاب ويأمرهم أن يفكروا فيها لأن الذين يعتبرون هم أولي الألباب الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الألباب أو الأبصار قال الله تعالى يخرج الحي من الميت فيه الحي الطبيعي والحي المعنوي فالأول يخرج الحي الطبيعي من الميت تشوف الآن أنت الزرع والنخيل والأشجار كلها تخرج من نوى يعني من حبة نياب استميته مثل نواة التمر وحبة القمح والشعير ميته مرة حطها في الأرض وصب على هموية يطلع منها شجرة خضراء أوراقها خضر وفيها ثمر وفيها شيء هذا يخرج الحي من الميت هذا الحي الطبيعي فيه الحي المعنوي يخرج الحي المؤمن الشخص الصالح صاحب الأخلاق الطيبة من الميت من الكافر ذي الأخلاق السيئة خذ مثالا إبراهيم إبراهيم سيد الأحياة إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة روحة حية لكن خرج ممن من الرجل عابد الأصنام الذي آذاه وكان إبراهيم يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أقضأ يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي ويقول في النهاية يا إبراهيم لإلا أن تنتهي لأرجمنك وهجرني مني فأخرج الله الحي من الميت وأخرج عكرمة ابن أبي جهل من أبي جهل وأخرج عمر بن العاص من أبي العاص ابن وائل وغيرهم كثير وفيها الآن نحن الآن نشوف رجل ما يصلي رأي مخدرات تعبان تلقى ولده ياخذ الأول في التحفيظ يصير إمام مسجد ويصير شخص طيب والسبب جاء الله خير أمة 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 اهتمت به واعتنت به وكانت النتيجة حسنة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانها وينصرانها أو يمجسانها فهذا مثال للحي المعنوني ومثل ذلك أيضا الجانب الآخر من آية هو يخرج الميت من الحي الحب الآن يخرج من الزرع هذا الخضر التمر يحمل في بطنه النواة الميتة وهو خارج من انخلق خضراء وتمر ما شاء الله ارتبه من أحسن الأشياء يخرج من هذه المادة الصلبة الميتة التي تعود فيجعل الله منها أيضا وكذلك يخرج الميت المعنوي من الحي مثل نوح عليه السلام سيد الأحيا في عصره أخرج الله منه ولد كافر يقول له نوح في آخر لحظة يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال لا 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 سآوي إلى جبل لن يعصموني من الماء راح ما يريدك ولا ولا بسفينك نسأل آخر لحظة والعذب جاي وموج كالجبال ومع هذا هذا الميت مستمر على ضلاله هذا يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون رب العالمين يضرب أننا نرى الأرض هامدة الآية الثانية خاشعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت اهتفعت وانبتت وانبتت من كل زوج بهيج أنت لو تخرج الآن للصحراء ويقال لك اجمع كيلو كيلو بذر عجزت تجمع يعجز تعجز لكن إذا جاء السين رأيت هالمحل اللي أنت عاجز تستخدم الشيء كله أخضر أزهار وما شاء الله حشايش وشيء يبهج النفس ها حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتو شجرها فهذا هذا الآن مثل الأموات الآن الناس إذا ماتوا يفنون كله كل الناس تفنى إلا إلا في الإنسان عظم صغير جدا بذرة بذرة اسمها عجب الذنب هذه تبقى ما تموت أبدا مثل البذرة مثل البذرة الآن هالبذرة الآن ما تفنى ولا فيه شجرها الآن تموت في الغالب موت طبيعي إلا وهي مذمرة ومنزلت بذرة عشان يعود تعود الشجر نفسها فعندئذن يا إخواني هذا البذر ذا ينزل الله له مطر إذا أراد يبعث الخلق خاص مثل الآن مطر الوسمي عندنا يظهر الفجع ليش ما يظهر الفجع الآن في مطر الصيف ولا في مطر الخريف لا ما يظهر ما يظهر إلا في مطر الوسمي فعجب الذنب البذور هذه ما تظهر إلا من هذا المطر فإذا أنزل الله هذا المطر نبتت أجساد الناس فإذا اكتمل نباتها قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ينبت نبت من الأرض أنت الآن شخص طفل الصغير الآن صغير وزن ثلاثة كيلو تجي بعد عشر سنوات تجاوزنا عشرين كيلو من أين نبت؟ كلها من الأرض الحليب من عناصر الأرض اللحوب من عناصر الأرض الخضار والفواكت كلها من كلها اللي ناكله الآن من عناصر الأرض لو تحلل الآن أجسادنا لقوا فيها موز من أمريكا الجنوبية ولقوا فيها الأجوافة يمكن من الهند من الهند ولقوا فيها رز من باكستان ولقوا فيها غنم من استراليا لحم ولقوا ليه؟ كل هالأرض مشتركة فيك ولهذا أحبة في الله ينبغي لنا أن نفكر رب العالمين يقول وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون فالبعث يوم القيامة يكون مثل إخراج النباتات من الأرض نعم أحسن الله وليكم وأثابكم الله مع لي الشيخ عبد الله وننتقل إلى سائل آخر هذا الشخص يقول يا شيخ عبد الله أن نباع أرض على شخص ما وطلب هذا المشتري منه مهلة للسداد مدة سنتين السائل يقول هل أزكي قيمة الأرض حيث أني حتى الآن لم أستلم القيمة إذا كانت تأخيرها أنت أجلتها يعني زدت فلوس كان مثلا ستين ألف ويوم قال أخرني سنتين قلت ثمانين فهذه تزكيها لأنك أنت بايع ومستفيد من التأجيل أما بعتها بستين وقال لك والله يا أخي ما عندي شيء يعني أجل يعني ارحمني الله يرحمك خلني سنتين ثلاثة فأنت حينئذ مثل الشخص المقرض أنت يعني فاعل معروف ورب يجوى أن تصدقوا خير لكم فحينئذ أنا أرى أن ليس عليك زكاة إذا كان وضع هكذا نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذه السائلة تقول توفي أخي منذ عدة سنوات وله خمسة عيال أكبرهم عمره 22 سنة وأصغرهم عشر سنوات ويأتيهم أموال من فاعل الخير ولا أبلغهم لكن أحفظها لهم لحاجة أحدهم لأنهم لا يحسنون تدبير أموالهم ويصرفونها في أشياء غير مهمة ما حكم فعلي هذا هذا فعلت عمل طيب جزاة الله خير وأنت الآن ولية أيتام محسنة وترى ولي الأيتام له أجر عظيم عند الله تعالى ورب العالمين يقول فيه ولي الأيتام ويسألونك عن أيتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسدان من المصلح أنت الآن مصلحة أبشري أبشري ويقول صلى الله عليه وسلم أنا كا وكا في اللي يتيم في الجنة كهتين أبشري نبشرك بخير عظيم واحفظ المال ولا تبلغيهم لأنك لو تبلغتهم يصرفونها فيما لا نفعلهم فيه فإذا بلغوا الرشد وعرفوا أصبحوا ويعرفون قيمة الأموال فأتعطين كل إنسان حقه وإذا عطيتها أيضا أجتبي عليه وشهدي عليه من أجل أن لا ينكر ويصبح بعد يمكن خاصمة ترى الناس هؤلاء يعني بعضهم يحتاج إلى أن يوثق ويضبط العمل معه نعم جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأنا يا أخي أدعو لك ولإخوانك وأسأل الله تعالى لنا وإلكم حجا موفقا أسأل الله للذين يحجون ولأننا لا نحج لأن الحج هذه ظروف حجا موفقا مباركا وأن يغفر لنا ولوالدينا ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات إلى هنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته